اشتركوا في القناة مع جسد البازلاء في مقر رفقاء البازلاء اول ما تحط على التحدي بيلك الموقع فينا الموقع هنا طيب توصل عند الشخصية وتتحدث معاه فيسوا معاك المرحلة الاولى بعد ما خلصنا التحدي الاول انفكت معانا ثلاثة مراحل جديدة في المرحلة الاولى يقولك دمر اغراضا في مواقع الارض الجرداء عدد تلاتين الارض الجرداء اللي هي الصحراء الاغراض اي اغراض قدامك يعني زي هذي شوف انحسب معاك حتى لو انت بنيت نفس النظام ده وكسرت كمان انحسب معاك بس اهم شي انك تسوي التحدي هذا في مواقع باسم يعني عندك المناطق اللي في الصحراء في مناطق لها اسم زي هنا او هنا او هذي او هذي اذا انت سويت في مواقع من غير اسم ما ينحسب معاك ضروري في المواقع اللي باسم مطلوب منك انك تدمر تلاتين غرض يعني يتدمر اشياء يا انت تبني وتكسر فانحسب معاك مطلوب منك تلاتين وتخلص التحدي طيب في المرحلة التانية يقولك يقضي على حراس الارض الجرداء او فجر مركبات عدد عشرة حراس الارض الجرداء اللي هم موجودين في الصحراء كمام في عندك مواقع كثيرة لهم زي هذا الحراس شوف لاحظوا انحسب معاك طيب او يقولك فجر مركبات حتى لو فجرت مركبات في الارض الجرداء كمام في الصحراء لاحظوا معايا شوف انحسب معانا طيب مواقع الحراس حتحصلهم في هذا المكان مكان الرئيس اللي هنا فيه مرة كثير وفيه هنا وكمام فيه عندك حلبة النيترو او انك تفجر مركبات في المناطق هذه الصحراوية كله ينحسب معاك يا حراس يا مركبات طيب في المرحلة الثالثة يقولك الحك الضرر باللاعبين بأسلحة مركبات او مصدات او قبضات النيترو عدد خمسمية أسلحة مركبات اللي هي هذه اللي احنا الركيبة في السيارات كل اللي عليك اذا انت حصلت اي عدو من الاعداء ودمجته انحسب معاك تمام يقولك او مصدات المصدات اللي هي الصدامات هذه شو مكتوب عليه مصد في نوع تاني اللي هو الكاسح الكاسح ما ينحسب معاك اللي هو المصد اللي هو نفس الشكل هذا اذا انت حصلت اي عدو من الاعداء وصدمته بالمصد ينحسب معاك او قبضات النيترو قبضات النيترو كلها معروفة اللي هي هذه اذا دمجت العدو بهذه ينحسب معاك فانت عندك ثلاثة خيارات اختار منها اللي يعجبك اهم شي تدمج الاعداء 500 دمج فان حسب معاك التحدي حطوا ببالكم شي واحد انه هذا التحدي ما تقدروا تسويه على البوتات ضروري تسويه على اللاعبين طيب في التحدي التاني يقولك اعتر على ميغادون ولحك الضرر به للحصول على خريطته السرية عدد واحد ميغادون موقع الرئيسه في هذا المكان لكن بعض الاحيان تلاقيه تجول في الخريطة هذه هي العلامة لاحظوا معايا يقولك الحك الضرر به طيب اول ما تلحك الضرر به حطيح منه الخريطة السرية هذه هي تاخدها فين حسب معاك التحدي في التحدي التالي يقولك انتكل الى مخبأ ميغادون المخفي للعثور على جوهرة بندورا اول ما تحط على التحدي بيلك الموقع فينا الموقع هنا تمام اول ما توصل للموقع اللي هو هذا بس تلف في المنطقة حاول انك تتحرك في المنطقة حيث سوى معاك التحدي الوحده شوف انا سوى معايا التحدي الوحده تمام حاول انك بس لفلي في المنطقة اي في التحدي الرابع يقولك افتح مخبأ ميغادون المخفي بيكسره واحصل على جوهرة بندورا اول ما تحط على التحدي يبقى لك الموقع فين نفس الموقع اللي هنا تمام لاحظوا معايا في هذا المكان حتحصلها شوفوا جنب الصخرة هادي الكبيرة تمام ركزوا معايا تمام تيجي هنا تكسرها بعد كده تضغط عليها هذه هي التحدي الاخير يقولك وصل جوهرة بندورا الاخيرة الى امل امل تحصله في هذا المكان في هذا البيت تمام تروح الى الشخصية وتتحدث معاها فيتسوى معاك التحدي مجرد انك انت تتخلص كامل التحديات حتحصل على شاشة التحميل مجانا هذه هي الظاهرة امامكم شفتوا كيف طيب هذه كانت جميع التحديات القصة الجزء الخامس كده وصلنا النيت مقطعنا اتمنى يا شخص ما اشترك في قناتي اشترك في قناتي ولا تنسوا تفعيل زر الجرس ولا تنسوا استخدام كود الاتم شوب اكش تو اكش تو وهم شي لا تنسوا تدعموا المقطع بلايك وان شاء الله نتقابل مقطع اخر وفا امان الله اشترك في القناة